البنوك بقى بتعلن تاني ايضا النهاردة على قروض تتعلق بالتعليم انا عندي اربع ابناء مثلا اتنين منهم في الجامعات الخاصة بياخدوا فلوس واثنين في مدارس لغات مثلا او يا سيدي في مدارس حكومية بديلهم دروس خصية بعض البنوك عاملة قرد تعليمي قرد ان انت تقدر تاخدوا وتسددوا لحد سبع سنوات يعني عايز تقولهم انا هاخد منكم الفلوسة تسددها على سنة ماشية سنتين ماشية حد اقصى سبع سنوات القرد ده بيصل لحد مليون جنيه متوقف عليه مش معنى كده ان انت مرتبك الف جنيه وعندك عائلين في المدارسة في البنك هديك مليون جنيه لا طبعا ده متوقف على دخلك قد ايه القرود دي بتقدمها عدد من البنوك يشترط فيها ان الموظف ده يكون بيشتغل عنده مرتب سابت هيجيب مفردات مرتب من شؤون العاملين او الاتشيار او الموارد البشرية بالمؤسسة اللي شغال فيها ويجيب سورة بطاقة الرقم القومي وايصال القهربة او التليفون بتاع بيته او ايصال الميا او الخاس هياخد الورق ده ويروح رايح لبنك مصر لو عايز تكتب ورائح يروح رايح لبنك القاهرة يروح لبنك فيصل الاسلامي وبنك ناصر والبنك الاحد يقول لهم انا عايز قرد التعليم ده ادي الورقه طب الفايدة كامل الفايدة مقطوعة في حدود تسع في المية متوسط يعني تسع في المية فيه مصاريف ادارية واحد في المية القرد يصل معاك لسبع سنوات استداد والقرد امته من عشر تلاف لمليون جنيه المقطوع لما اقول لك تسع في المية يعني هي في حدود تمنتاشر في المية متنقصة بس مش عايز ادخلك في متاهاتك الصدية طب انت بتحسبها ازاي انا هاخد عشر تلاف جنيه على خمس سنين بروح جايب الفايدة المقطوعة دي اللي هي تسع في المية بضربها في خمس سنين يديني خمسة واربعين في المية يبقى فايدة البنك هتبقى خمسة واربعين في المية اضافة للقرد اللي انا واخده طب انا واخد قرد عشر تلاف الخمسة واربعين في المية من العشر تلاف يعملوا كام اربعة تلاف وخمسمائة جنيه تجمعهم على العشرة 14500 انت هتسدد على كام على خمس سنين تقسمه مع خمس سنين يطلع لك القسط السنوي وتقدر تقسم شهر بشهر كام والاسهل تضرب التسعة في عدد السنوات اللي عايزها وتاخد نسبة من المبلغ اللي انت واخده وتقسمه على ستين شهر اللي هو اتناشر شهر في خمس سنين مالاش ندخل في اي تفاصيل روح الصبح بكرة على البنوك اللي قلتلك عليها مصر القاهرة الاهلي فصل اسلامي بنك ناصر وهيقولولك القروض دي تدفع ازاي انت عندك تعليم اولادك يستمر فترة بس في بعض البنوك ركز معايا في الجملة دي مش هتديلك الفلوس كاش في ايدك هتقولك هتلي جواب من جمعة ابنك ان مصاريف الجمعة السنة دي مثلا 30 الف والسنة الجاية 30 الف مش هتقولك لأ هتروح مطلعة الشيك باسم الجامعة 60 الف جنيه فهمت كده؟ يعني دي اسمه قرد تعليمي او مش بتديله قرد خار او عايز الولاد تتعلم مش عايزك تروح تجيب دوم عربية جديدة لو عربية جديدة في حاجة اسمها قروض سيارات ربما الفايدة على قروض التعليم بسيطة وبالتالي في بعض البنوك اللي لم يكن اغلبها هنا مش هتديلك قرد التعليم الفلوس نقدا هتديهالك بشيك لاسم المدرسة او الجمعة علشان تبقى انت عارض زي ما احنا بنروح نشتري سيارة من البنك انا دفعت مثلا 20% بقى 80% هل البنك بيديني الفلوس في ايدي؟ بقولي هتلي الجواب ان انت رخصت باسمك وانا بديلك جواب للمعرض السيارات يجيب لي صورة الترخيص هتديله الشيك ماشي كده يا امر ده خبر من الاخبار اللي انا عارف بتهم حضراتكم